تحية لكم من جديد متواصلين معكم والطلاب طبعاً دورهم كبير جداً على مستوى السودان وعلى مستوى الولايات المختلفة في السودان والطلاب هم طاقة وهم سبب لازدهار الأوطان وحنتكلم اليوم عن دور الاتحاد العام لطلاب السودانيين في ولاية نهر النيل تحديداً دورة 2017-2019 هذه الدورة سميت باسم شهداء البحيرة تيمناً بالأطفال الذين لقوا حتفهم في منطقة البحيرة غرقاً علي نرحب بضيفنا أكيد سعيدينكم معنا الحديث عن هذا الموضوع عن هذه الدورة وعن الاتحاد العام للطلاب السودانيين بولاية نهر النيل بسادة علي مدني مرحب بك سادة علي كيف حوالك؟ مرحب بك السادة علي ومرحب بك سادة علي مرحب بك كل الإخوة والتيم العامل بفضاية الشروق ومرحب بكل سودان وبيسم كل طلاب السوداني أنا طلاب نهر النيل مرحب بك سعيدين بيجيزتك معنا سادة علي مدني رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين بولاية نهر النيل أهم ملامح دورة 2017-2019 كنا نحن جينا في دورة 2017-2017 في نهايات العام 2017 بالتحديد في شهر 11 الماضي وأتينا بروية مختلفة وروية مستقبلية مختلفة مختلفة من حيث المضموم من جانب المشاريع ومن جانب المرامج تركيزاً على البيئة التعليمية تركيزاً على الأوضاع الاقتصادية وربع الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي وسط شريحة الطلاب بصفة خاصة كانت أبرز الملامح أننا وضعناها كخطوط عريضة لنحملها معنا خلال دورتنا دورة العام 2017-2019 باحتبارها هي التحدي الأساسي اللي يتمر بها والدولة ويتأثر من خلاله شريحة الطلاب عندنا في دوراتنا نعم زي ما ذكرنا أستاذ علي هذه الدورة انتو اخترتوا لها اسم أو هي تحمل اسم شهداء البحيرة نتحدث عن المغزى والأهداف من هذه التسمية لهذه الدورة كان نحن في البدء نترحم على أنفس طلاب ولاية نهر النيلو بالتحديد محلية البحيرة ونعذي أنفسنا وكل الشعب السوداني في هذا الفقد الجلل في هذه المصيبة والنقبة مرنابا نحن في نهر النيلو بره معنا كل السودان وكل العالم كان شاهد عليها حادثة الغرغة الأخيرة لطلاب محلية البحيرة وكان المسمى ليؤكد أغوف الاتحاد من الطلاب في كل قضاياهم حتى على المستوى المجتمعي وعلى المستوى الوسط ويودهم داخل مجتمعنا أو داخل مدارسهم ودي حادثة يمكن العالم كله تعاطف عليها فكان أفصد شيء نحن ممكن نقدمه للطلاب ديله وليؤسروا منه نحن نسمي دورتنا دي دورة شهداء البحيرة ويمكن في سابق سبغ أنه عادة تسمى الدورات بأسمى شهداء بأسمى مسميات عامة مثل دورة الوعد الصادق ودورة الإنجاز لكن احنا أثرنا أو أثرنا أنه الدورة دي يكون باسم شهداء البحيرة رغم أنه حادثة الغرغة قادت بعد فترة من بداية الدورة لكن غيرنا مسمىنا وسميناه بدورة شهداء البحيرة جميل وفيها يعني التفاثة ورمزية لاهتمامكم زي ما قلت بشريحة الطلاب والتلاميث في المراحل المختلفة وفي النهاية العملية التعليمية لا تكتمل من غير الاهتمام بالمجتمع وقضاياه وما يمر به تحديداً إذا كانت القضايا دي مرتبطة بالتعليم خلينا نتكلم عن أبرز المشروعات المنفذة خلال هذه الفترة لكن نحن نقول خلال دورتنا وخلال الفترة اللي انغضط من هي تغارب النصف الدورة الآن نعم نحن أتينا بمشروعات كما ذكرت في بداية حديثين همها كان مشروعات البيئة التعليمية وده كان مشروع رئيسي عندنا هو تهيات البيئة التعليمية من خلال الطوافات الدورية على المدارس وعلى الكليات تعاون معنا فيها وكان شريك أساسي لنا فيها هياكلنا الموجودين على مستوى المدارس وعلى مستوى المحليات وكذلك الهياكل الموجود على مستوى الروابط والجمعيات وده أدى لنا لأنه نحن نحقق انتشار على المستوى الغاعد بكل محليات الولاية فكانت صيانات المدارس حاضرة كذلك توفير المعامل وتوفير أجهزة الحاسوب للمعامل على مستوى المدارس النموذجية دي كانت من أهم المشاريع في تهيات البيئة التعليمية كذلك من أهم مشاريعنا كان مشروع مخيم السمع الخير وده نحن استهدافنا به كل طلاب الولاية ومن هنا أنا بحيي وبشكر الأخوة وزيرة الشؤون الاجتماعية لاهتمام بهذا المشروع ونقول نحن بهذا المشروع غطينا نقول بنسبة 96% الآن كل طلابنا اللي كانوا بيعانوا من فقد حاسة السمع هم الآن يمتلكون سماعات ويتعاملون في جوانبنا العام كذلك من مشاريعنا القدرنا نفذناه خلال الفترة الفاتتة هو يمكن نقول هو مشروع متكامل فيه عديد من الجوانب هو مشروع العمل الصيفي وده بيحمل لنا في جوانبه عديد من البرامج والمشروعات منها ما يلي الجانب الصحي في الغوافل الصحية وكذلك ما يلي الغوافل الدعوية وما يلي مشروعات أيضا تهيئة البيئة التعليمية ومشروع مظلة الحماية الاجتماعية وده كان المشروع اللي ركزنا عليه ونحن أكتر لأنه بيحتوينا على بطاقة الترحيل وبطاقة التأمين الصحي ومشروعات دعم الوجبة والسكن ومشروع المراكز الخدمية لكن نقول نحن في بطاقة التأمين الصحي بشراكة وبروتوكول يتوقع بيننا وبين إدارة الجامعات الثلاثة والصندوق الغومي لرعاية الطلاب والتأمين الصحي لكن حققنا نقول الآن كل طلابنا الموجودين على مستوى التعليم العالي هم الآن مغطيين كاملا بطاقة التأمين الصحي إلا يعني إلا تكون نسبة بسيطة هي سواغط ما قدروا يلتحقوا بكشوفاتهم حتى الطلاب الجدد الآن سجلوا الشهر الفات توزعت لهم استماراتهم وجمعت منهم وخلال هذا الشهر إن شاء الله حيتم توزيع استمارات توزيع بطاقة التأمين الصحي لهم كذلك في بطاقة الترحيل نحن مشينا خطوات كل الخطوط الغلوبية الطلاب الآن موفر لهم بطاقة بتاع الترحيل من التعليم العام في التعليم العالي المراكز الخدمية الآن عندنا مركز خدمي في جامعة شندي في كلية الطيب وعندنا ثلاثة مراكز خدمية دي فيها أدوات مكتبية وطباعة وتصوير بأزعار مخفضة بالنسبة للطلاب جميل وزي ما ذكرت في بداية حديثك أستاذ علي إنه كان ليكم دور كبير جدا في الجانب الاقتصادي ويمكن من خلال تعاونكم وشراكتكم مع صندوق القوم لرعاية الطلاب في مشروع كفالة الطالب الجامعي لأنه يعني أعباء المعيشة أصبحت صعبة جدا وفي عدد من الطلاب كبير لا يستطيعون التحمل للتكاليف بالنسبة للمصرفات الدراسية فيمكن ده برضو دور مهم جدا يمكن نحن خلال الفترة دي برضو نحب نشكر أخونا البطحاني مدير صندوق القوم لرعاية الطلاب نهرانيل هو حقيقة يعني الاتحاد والصندوق موجهاء لعملة واحدة قدرنا من خلال شراكتنا معهم إنه نخلق استقرار ونحل كل الفجوات إن كانت على مستوى السكن على مستوى الوجبة صد ذالي الآن نحن عندنا الطلابنا الموجودين في الداخليات بتناولوا وجبتهم بسبعة جنيه طلبهم بسبعة جنيه وطلبوا الفول بخمسة جنيه دي حاجة رمزية دي حاجة رمزية وكذلك ممكن نحن عافينا كل المدعهدين بتاعنا الكفتريات وبتسلمون الكفترية مجان حتى الرسوم الكهرباء والموية والحاجات دي كلها محفيين مننا مغابل إنه يبيعون بأزعار مخفضة لطلابنا دي حاجة برضو نحن قدرنا ثهمنا فيها بصورة كبيرة جدا نخفف عبال معيشة بالنسبة للطلاب نكاس دي صراحة مجهودات مقدرة ومجهودات كبيرة بيقنبيها الاتحاد العام للطلاب السودانيين بشراكة مع صندوق الطلاب ولكن خلينا أخيرا نجفة نقطة المستقبل حتكون فيش مشاريع مستقبلية انتم مستهدفينها بخلال بتقدموا الخدمة لكل الطلاب في ولاية نهر الميل لكن نحن أهم هدف نحن خدتنه عندنا في 2019 بالتحديد وحتكون حوله محاور وموجهات الخطة العامة هو إعادة المنابر النغابية لجامعات الولاية لأنه حقيقة نحن أستاذ علي الروابط والجامعيات هاي هي أجسام وبتحرك معانا المجتمع وبتحرك معانا طلاب التعليم العالم لكن نحن عودة المنابر النغابية وسط الجامعات بتخليق لنا كادر مستقبل يقدر يغود السودان يقدر يحقق لنا كادر كف نحن نحتمد عليه في المستقبل ينتج لنا كادر يقدر يغود العملية التعليمية ويحقق لنا الاستقرار الأكاديمي داخل الجامعة ويغود العملية المنشطية في كافة جوانب الرياضية والثقافية خلال الفترة الغادمة كذلك نحن من الأهداف الخطينا في رؤيتنا المستقبلين أنه نحن نعالج كل المشاكل الموجودة الآن من نقص بسيط من السكن مع الصندوق الغمي لرعاية الطلاب كذلك إكمال شغل المعامل لأننا بدناه الآن على مستوى المدارس الثانوية والمدارس النموذيجية على مستوى التعليم العام في الثانو وكذلك يمكن نقول من أهم المشروعات أيضا إكمال النقص في بطغة الترحيل وما يلي الجانب بتاع مشروع مضلة الحماية الاجتماعية نعم شكرا جزيلا لك أستاذ علي المدني رئيس الاتحاد العام لطلاب السودانيين بولاية مهر النيل ويعني نحن نعلم تماما التحديات الكبيرة اللي أنتو ممكن تواجلكم لكن بنقول لكم أنتو قدورة إن شاء الله إذا كان لك صوت شكري يعني في الخطأ نحن حقيقة أول حاجة نشكر غنات الشروق لهذه الاستضافة والتي تحدى لنا الفرصة ولكون إنها تستضيفنا وتحتمى بطلاب نهر النيل حقيقة أنا أحب أشكر كل مجتمع ولاية نهر النيل وكل حكومة ولاية نهر النيل من لدنا سيد والي ولاية نهر النيل اللي هو حقوقه أعتبر الوسيلة السماني اللي اهتمامه المتواصل بالطلاب وبيننا نحن كإتحاد طلاب ويولينا رعاية خاصة كذلك شكرا لشيخ المجاهد كمال إبراهيم رئيس المجلس التشريع وولاية نهر النيل هو راعي لكل برامين ومهتم بها كذلك أخوة زير المالية وكل حكومة ولاية نهر النيل السابق وكذلك نتمنى التوفيق والسداد للحكومة القادمة بالعودة الحرص القديم وخونا عثمان والحويج ودكتور عماني وكل التيم التم اختياره الآن في حكومة ولاية نهر النيل شكرا جزيلا شكرا لك ولكل معك في الاتحاد وتحية من هنا لكل أهلنا وأحبابنا في ولاية نهر النيل إن شاء الله دائما بعافية وفي سلام وأمام بمشهودات الطلاب ومشهودات كل الشريحة المجتمعية اللي بالتأكيد بتعمل من أجل نهضة ولاية نهر النيل